سمود النظام الإيراني بوجه العقوبات الأمريكية لن يطول كثيراً هكذا رأى مراقبون نتائج المستقبل القريب للأزمة التي تعيشها إيران مع اشتداد وطأة هذه العقوبات وازدياد حدة التحركات الاحتجاجية الشعبية على ترد الأوضاع المعيشية في البلاد الاحتجاجات المتواصلة التي تجاوزت الطبقات الفقيرة والمتوسطة لتشمل الطبقة الأكثر ثراءاً فندت مزاعم النظام الإيراني الذي يحاول التقليل من شأن تأثير العقوبات الأمريكية على اقتصاده المنهك وكالة أنباء الطلبة الإيرانية نقلت مؤخراً عن بيانات رسمية أن السلطات سرحت أكثر من 66 ألف موظف في عام 2018 بسبب إجراءات التقشف الحكومية الوكالة ذكرت أن التسريحات شملت إلى الآن 14 وزارة على رأسها وزارة التعليم وأن عدد الموظفين المسرحين من قطاع التعليم بلغ 35 ألفاً من جانب آخر يؤكد اقتصاديون أن اعتماد الاقتصاد الإيراني على صادرات النفط والغاز وضعف القطاع الخاص خلق بطالة مقنعة في دوائر الدولة بينما أدت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية إلى تراجع إيرادات البلاد من العملة الصعبة ومع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة خرج المتقاعدون الشهر الماضي للاحتجاج أمام مبنى البرلمان في طهران بعد أن استشعروا توجهاً حكومياً نحو التغاضي عن مطالبهم برفع مرتباتهم في الموازنة الجديدة كذلك كشف رئيس مجموعة العمال في مجلس الشورى الإيراني علي محجوب أن معدل الفقر المتقع في إيران ارتفع بشكل كبير فبعد أن كان قبل عام 2018 17% ارتفع ليصل إلى 34% ويرى المراقبون أن اتباع النظام الإيراني سياسة المزيد من التقشف لن يؤتي أكله على المدى المتوسط والبعيد إذ إن جميع المؤشرات والوقائع تنبئ بتفجر واتساع دائرة الغضب الشعبي على النظام الذي يغدق الأموال على أدرعه في الخارج من أجل مشروعه التوسعي ويستثني الداخل المنهكة عبر التجيش الدعائي وتصوير الوضع القاتم في البلاد على أنه مؤامرة غريبة يجب التضحية من أجل مواجهتها ترجمة نانسي قنقر